اخوتي و اخواتي العزاز السلام و عليكم اتمنى تكونوا بخير و ارزقكم ربين فضلوا التسير و الرزاق الكثير قصة دينا الماسر و بالضبط دينا المدينة كفر الدوار في قرية الواكل في هذه القرية كانت تعيش في عائلة تكون من اب اسمته عبد الله و الزوجة ديالو اسمتها انعام جوج ديالناس اللي عايشن باخر و على خير المهم قوهات الجوج عايشن بحال هكا باخر و على خير مبينتهم لا صدع لمشاكل لا احتاج حاجة مع الوقت انعام ستحمل والي تولد بنت بنت اللي فرحوا بها بزار حيث هي اول بنت عندهم و حيث ناد كان خاصهم اللي يونسهم كان خاصهم اللي عمر عليهم الضال والاخاص انعام كانت تضل بوحدي تفضل والتي يمشي رجلها يخدم كانت تقتلها القنطة في المهم فجد زادت البنية فرحوا بها و اسموها فريدة تقع تعيش هذه الاسرة بهذه الطريقة فرحاني مع بعضياتهم عبد الله يمشي الخدمة و انعام كانت تبقى غير في الدار مع بنتها الصغيرة و بمعنى عبد الله كانت الحالة المادية مزيانة مدور و قال الله فكانت تطلب من انعام لكي يزيدوا اولده مراخر يعني إلا بغى الله يعطيهم شي ولييد الشي ولييد يفرحوا بي حتى هو فعلا انعام حملات مراخر لكن هذه المرة و ثاني وولدت بنت ماشي مشكلة حتى هي فرحوا بيها و اسموها زهرة تزال واحد قليلا الوقت و بالضبط في عام 1992 انعام ستحمل للمرة الثالثة و بطبيعة الحال هي و رجلها لا تقدم فرحة أولا لأن العائلة ستكبر ثانيا لديهم الفرصة الثالثة لكي يحطيهم الله شي ولييد ولكن ثاني من لسالة المرحلة للحمل انعام ستولد بنت مهم ماشي مشكلة حتى هي عاود فرحوا بها و اسموها ميادة المهم عبد الله هنا في هذه الفترة صار في انسى موضوع ديال الولاد عبد الله بقى مركز غير على التربية ديال بنته صار في مبقى عنده غرض ان يولد الولد ولكن انعام انعام كان مهم معينها انها تجيب لعبد الله شي وليد ولد اللي يحمل اسم دياله ولد اللي يكون هو الوريد الشرعي عنده إياه بنتها عزازم بنتها كتحمق عليهم ولكن إذا زادها اللي يريد ستزيد من الفرحة ديالها كتر وقتر المهم عبد الله في الول كانت الصحة دياله باخير وعلى آخر السيد لم يكن يحس بحتى شيء يمشي الخدمة دياله يمشي عادي و يرجع عادي السيد يحس يوجع في المعدة بقى صابر على هذا الحراق بقى صابر على هذا الضرب يقول ده يفتني الحال الدبان برا الدبان كمنا قال لي لا فعز وأنتم يعلم أن أسقدهم ما كنتم يتفعوا إلى الطبيب معك تضاف الفاس في الرأس التي يقولون ان في الضرب ماذا يتفعوا شيء لغير رقنا ولا تظيفون حراق ولا شئا بسيطة بالنسبة لهم جميعا مساعدة ما كنتم يتفعوا إلى الطبيب لو ألو كي أبحث عن أغلى عشوب غير طبيب سنقوم بأعجازة وسعلى الملئية وحتى سنقوم بأعجازة وإعجازة أهل العشوب والطباق والصلاحة تقول العشوب بعض المرات تصدق لهم بعض المرات يأكل المفعول لهم لكن أغلب الأحيان يكون هو من الذي يزيده عليك هو من الذي يزيده مرضه خصوصا أنك لا تقوم بالضوز المناسبة وهذا ما يحدث عن عبدي يشرب في العشوب يشرب يحتنى واحد الصباح يبقى تسيقه مرضه لكي يمشي خدمته السيد قال لهم قد لن نوض لن تحرك لن نذهب يعني الحالة قد زادت تكفزة أكثر في الساعة المرات وعيدة أخوته جاءوا عنده هزوا الدور الطبيب دلوا له التحالي وشربوا الدور ورجوا بحالته لداره المهم السيد لم يذهب إلى الطبيب فهذا المدة سوف تحمل المرة الرابعة حملة عود راكا تفتش على الولد حملة غير لتجيب الراجل لها عبدالله الولد وخصي دمقاش يحضر على الولد ولكن حتى هذه المرة ولدت بنت وخاكك عبدالله لم يحسس أبواله هو ومراته كانوا مفاهما ويحاولوا ما أمكان أنهم لم يجعلوا الفرس ومعندهم غارات رب أعطاهم بنات ليس مشكلة عبدالله تقبل أمر الواقع وصافر وصافر ذلك الشيء الذي قسم الله ذلك الشيء الذي أعطيته ربي وصافر يقلس يا ربي بناته وحتى إنعام كذلك لم يحاولوا تشبيه له هذا الشيء ضرها في خطرها ضرها في قلبها ولكن صبرت ضرب الطنب سكت المهم مفرحوا بهذه البنية بحالها بحل خواتاتها حتى هي جمعوا لها العائلة بدلوا لها سبوع مزيان وسموها أماني المهم من بعد الزيادة لهذه البنات بربعة العائلة بقت عايشة حياتها عادة عبدالله كي خرج الخدمته كيمشي يدمر على البناته بشي يوفر لهم قاعدة كشي اللي يحتاجين وإنعام كانت تبقى مقابلة ضارها وكانت تربيب بنياتها واحد النهار في شهر أبريل من عام 1996 ستفق إنعام عادي بحال ديمة غير هذه المرة ستجد رجل لها عرض الله لكي يقدر لا يتكلم لا يتحرك السيدة تخلعت تخلعت الرجل مهم أن تصل بشيء اسم العائلة أعطوه الامبولانس جد الإسعاف والدوسيل بالطبيعي ولكن للأسف سيدخله توفى كل شيء تصدر كل شيء يبقى كل شيء يغوط العائلة الجيران كل شيء يبقى في عبد الله مسكي وقعت فيهم احتمرته ابنته كاملين ما زال صغارات أي وصف هذا لديكسي من الأول الذي ينجزه وكما تعرف في الأول كتكون ضرعام رب العزة أو بالناس كي يكون ألم الفرق أهوان شوية كتنسى الموصيب التي انت فيها لكن غير كتبدا تخيل ضر ثم تبدأ تحس بضقتك ونفس الشوق معنا من بعد كل شيء يبقى في حالته كل شيء يكمل حياته عادي 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 هي تبدأ تحس بالضرف اللي حقاتها فيه عبد الله مات عبد الله خلالها ربعات لبنات وكاملين مازال صغارات الكبيرة فيهم يلا عندها 14 عام والصغيرة فيهم يلا عندها عام 8 شهر وإن عام براسة راحتها هي مازالة صغيرة حيث الوقت اللي مات رجلها الوقت اللي توف الزوج ديها لها رأي الله عندها 40 عام المهم اينا عام في هذا الوقت ما عرفت ما الدين حرفت لا ايا في الأول كانوا العائلة أو الحباب كاي يعاونوها شوية كاي ينوبو عليها كاي يرفو عليها لعائلة ديها كتعطي شوية لعائلة دي الرجلها كتعطي شوية لكنتم عارفين حتى حجمك الدوم والدوام كيتقابل رخاء العائلات ما بقاوش كيعاونوها ما بقاوش يعاونو بززح ما بقاوش يعاونو بحلول ودك شوية دي الفلوس اللي خلاليها عبدالله تقعدها تكمل بعض الأمر من أجل لأنه كانوا عنده شو مع الدوية ثم مع الأطباء التحاليت سكانر كذا 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 تأتي بشي رجل الذي يصنعك الذي تعيش معه يهز زكنتية وبنياتك على الأقل يكون معكم رجل فطار وحتى بناءتك من يسهل عليهم الله من الذي تزوجه على الأقل يبقى احدك رجل نعم هذه الفكرة كنت لم تتقبلها نهائيا وهي من الموضوع للزواج تدبزمه، تتنقش معه تقول لهم أنا ما بغيتش بناتي تعدقوا بسببهم إذا تزوجت، سنجلب لهم غير مشاكل، سنجلب لهم غير الصداع هذا الراجل سيتكرفس عليهم، يعني خافت عليهم من الراجل لا يتكرفس ويتعدى عليهم المهم إن عام باش تعيش ابناتها، تقرر أنها هي اللي ستخرج تخدم عليهم هي اللي ستحاول توفر لهم قاعدك الشيء الذي يحتاج به المهم في هذه الفترة هذي، ما غاداش تفكر فراسة، غادت تولي تفكر غير في بناءتها وفي الراحة دياله، لا أقل ولا أكثر فعلا، إن عام خرجت السوق الشهر، إن عام بدأتك تحتكم مع الناس، بدأتك تخدم مع الناس في الأول بدأتك تخدم في الضيور، تدير المناج، تسيق لهذا، تصب لآخر، وكل واحد باش ينوب عليها كل واحد وش حالك يعطيها، كل واحد وكيفاش يتعامل معها، كل يحتارمها وكل يلا كل يمقدرها وكل يطامع فيها، مهم هي من اللي جمعت شوية ديال الفلوس، دارت واحد الفراشة فراشة بدأت تبيع فيها داك شي ديال النعناء، القصبار، المدنوس، الحامض وداك شيء آخر فعلا نجح لها المشروع، ودرت بلاستها في السوق، ولو قاع الناس يعرفوها، قاع الناس عارفين حتى تلقي الصدية لها المويل بهذا البروجيت الصغير هو، ديال البيع وشرة، كانت تربح حسان من الخدمة عند الناس في الديور هي الصراحة، كنا رزق، هذا هو البيع وشرة، ولكن على الأقل، كانت تدخل به الفلوس التي تحتاج هي وصفة، بقات إنعام على هذا الحال، بقات بحال هكا، بقات حتى تتكبر المشروع ديالها هتوليت بها حتى الخضراء، وهذا الشيء غادي يخلي الأرباح ديال إنعام يتزادوا شوية وهذا تولي إنعام عيشة باخر وعلى خير هي وبناتها، ومع الوقت قدرت توفر لهم أي حاجة بغاوها وأي حاجة طلبوها مهم إنعام كانت تلعب بالدور ديال الأب وديال الأب مهم هنا، مخلات بناتها محتاجين للوالو، وكلاتهم، لبساتهم، وفرط لهم قاع المسائل اللي كتخول لهم أنهم يعيشوا حياة كريمة البنت الكبيرة اللي اسميتها فاردة، يعني من اللي كبرت شوية، ولا تمر مرة كتمشي مع الأم ديالها تعاونها واحد شوية كانت تبقى قال سماعاتنا، من اللي وجدات، ولت عندها 19 عام، زوجتها مامها بواحد سيد والعائلة هذا السيد كان يجي تقدم لها إنعام مرة مرة، ومن اللي كان يشوف معها بنتها فاردة كانت تعجبه، تعلق بها من اللي سؤولة لهم الناس ديال السوق، وخامل عائلة وإكمل عائلة بعيدة، سؤولنا شكرها له، لا هي ولا أمها وبالفعل، من اللي عنده والدي، قالها لهم، والدي عاود مشغل عند إنعام، وخطبه منها لبنت إنعام حتى هي مشغي جاءت وعطيتهم الدرية، دارت عاود لهم كتب، وشمش متشوية للسيد مهم يلقعت أخي الدم على رأسه، لا يستطيع أي شيء من خيبة، لا يوجد أي شيء من خيبة، لا يوجد أي شيء من خيبة، لا يوجد أي شيء من خيبة، صافة وعفقة عليه، وتوكله على الوحد وحتفى لدم لتزوجة، لا تنسى لأمها، بالعكس، بحكم أن الزوج ديالها، لا تحتاجها لتعاون ماما، وتدور معها لدرجة أن إنعام بدك الشيء اللي كانت تعطيها بنتها، صار في مبقات محتاجة أنها تخرج تخذها، لكن إنعام عارف بحق الدنيا وعارف عن نتاحها جمك الدنيا، لا يوجد أي شيء اللي يقع لها مع عائل تهم اللي لم تترجلها، لذلك الشيء اللي قالت لها ما نلقش الدفخة المهم دازل الوقت، وإنعام هنا، هذه تزوج البنت الثانية ديالها، واللي هي زهرة، حتى هي شافها واحد سيد في السوق، واخطبها من أمها، هذا السيد هذا، ولد الناس، ومن عائلة مزيانة، وخدم على راجل، وراجل، حرش، إنعام وأفقت عن الزواج، وتوكلوا على الله، مهمة اللي هي زوجة زهرة، حتى هي عاود، واللي تتعاون معها، الحياة الإنعام تتلات، واللي تتغادر وكتزيان ميادة اللي هي البنت الثالثة، حتى هي ملاتة اللي عندها 19 عام، وهذا الشيء بالطبط في عام 2011، وقت الرابع الغرابي حتى هي فاش كانت تتمشي مع الأم ديالها، واحد الورد اللي كان اسميته كاريم، وهو في ذلك الوقت كان عنده شيء عشرين عام، حتى هو شافها وعجباته شافها وبغاها، ولكن الفرق مبين ومبين، جوج أزواج اللولين، دي اللي بنات الكبارات، هو أنه لخدمة لردمة، كتاف وطايحن، بردم، الخدمة اللي كي يدخل يخدم فيها كي يخرج منها بزرعة، مهم قتل ميادة هي وهذا الولد كيتلاقها مرة مرة، طبيعة الحال بتتخبيع لأمها، ومع الوقت، وبتضبط في عام 2013، إنعام غدا تتساق الخبار باللي بنتها كتلاقها بدأك كاريم، بما أن إنعام، عارفها كيف يفعلها، عارفها كيف يفعلها، حاولت تنصح بنتها، حاولت تهدر معها، يعني بدأت تقول لها بعد يمن المصيبة، بعد يمن المصيبة، بعد يمن المصيبة لا يصلح لك، سيد جاز لخدمة لردمة، السيد ما لديه لصنع الأولى، قد تزوجي به، ليس كيف سيعيشك، سائنة بحل الكتكب المفرم لها مع بنتها، ميادة لم يسوقها لهذا الدرعة لها نهاية، ما هي ماذا تذهبت عن كاريم، قالت له خاص، كنت جاءت تخطبني، حيث ما مرها بغت تزوجني، وفعلا سيد غيث مع هدراء هزاته النفس الزم، هزاته النفس على الدرية، كريم مش هجمع شوية دي الفلوس، هل يسلل فو، هل يدوور معاه؟ ومشي خطب ميادة من عند الأم ديالها، إنعم هنا في لول ما قبلتش، وانتم ما عرفنا ليش، ما عارف عشنه كيدير مخطط مرد، حاول تعود ثاني تهدر مع بنتها وتقنحها، بشتبعد من هذه الخينا، عيات لا تنصح فيها ولكن البنت وعله رأسها قصح وكتقول منه نخلاق مهم انها تشوف 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 فالنخانوية تقول لها شوفي إلا بغيتي الله يطلق به بصحتك ولكن تحمل مسؤولية لك ما تجيش من بعد تشكي عليها ما تشكي عليها ما تشكي عليك مهم صار فيه بدأ وكي وجدوا العز ديانه الأم هنا وخا ما كانش عاجبها الحال لكن مع ذلك دارت لبنتها خطرها لا تريد أن تفرزها على خواتتها الأول حتى أيها دارت للعز ديانها بحالها بحال خواتتها وصيفتها لعندرجها في عام 2013 اتزوجت ميادة بكاري إن عام كملت حياتها عادية بقيت كتبش تخدم وترجع لدارها تخدم وتأتي لدارها في هذا الوقت كانت بقيت عايشة معها غير بنتها صغيرة بنتها أماني ولكن بعد عام سيجي عاود وحد الشاب ويخطبها حتى أول الناس وخدام على رساته إن عام عاود دارت لها عرسها بحالها بحال خواتتها وصيفتها لعندرجها أي وصافي إن عام بقيت بوحدتها داز العرس دي الأماني وكل شي كان مزيان كل شي بياخر وعلى خير إن عام كانت فرحانة ببنياتها كل واحدة مشات لدار رجلها مشات تقول أسرة ديالها وإن عام بقيت عايشة في الدار بوحدتها إن عام مرة مرة في كانت كتمشي عند بنياتها أو هما يجيوا يطلوا عليها المهم من البنات بناء الثلاثة اللي زوجتهم برجال قاندي رجال ليش اللي يتقل عليهم رجال كانوا كي يعاونوها مش شهر الشاركي سيفطلها شي حاجة لدرجة أنها ملتقات محتاجة أصلا تخرج تخطي إلا البنت اللي زوجتها ببارد الكتاب زوجتها بدل اللي ما أخذها مش ميادة كان غير يوصل الشهر اللي خرق الشهر كتلقاها كتضل بمها مشي حبا فيها مشي حتموحشها وإنما كتكون عارفة أن أخوتتها سيفطلها الشهرية ديالها كتجي باش نصب عليها كتجي باش تهرف عليها ميادة هنم اللي كيوصل لولي الشهر كل مرة تبقى على أمها أمي أنت عاونينيه راجلي حقا ما عنده راجلي مختار حيث تكرم روخات زوج أبقى هو وهو لا خدمة لا ردمة نعم كتشوف حتى كتعي وكتولي تعطيها كتولي الدور معها ولكن في الأخر كتشوف أن ذاكش اللي كي سيفطلها بناتها الأخرين أراك كتجي ميادة وكتدين له ميسا كتكشطلها كامل شهر لولاك شهر ثاني ثالث الرابع احتصى فيه الله يجعل شي بارك كتثال الله أحباس طلعت الكتابة راجلي كينوض يخطم شوي على رأسه ميادة هكتقول لها أمها كتدور في أمها كتعيرها كتشبحها هضرة ميادة هكتشفحها اليوم غدا اليوم غدا وكتوليها وتجي عندها وكتجيب معها حتى راجلها كما تجيب معها الحمية أيها الأن كتشوف حتى كتعير من اللي يأتي راجل بنتها معها ويبدأ يعاير ويخسطرها ضراب يبغي يقطع عليها يبغي يضربها كتعطي الفلوس بسيفة لها كتشوف حتى راجلها وفي هذه الوقت تدست قريبا شي عاما ميادة هكتشفة ويخسطرها لم يكن أخذ دام أي شيء عاودنا تحملت وولدت وهذا كان في عام 2015 هذه الولدات هذه الولدات كما تعرفون منها تزايد 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 المصارف وعندما كانت الفلوس المشاكل تكتل وما كانت الحل؟ هي نسبة هي إنعام ميادة هنا لم تتوقعها لم تتوقعها لها لها كل شهر وولدت كل سمانك بشهد كل سمانك توقف على أمها المرة الأول تدخل هذه الضحيكة وقال أنت مهمتي لم تتحدث لم تتحدث لم تتحدث لم تتحدث لم تتحدث ولكن قالت إنعام لا لأنها ستقول بالأخرى كانت سيفة لها مهمة كتبية لها لعين الحمراء كان صداق الأم أعطي الفلوس لبنتها بالسيفة لها بالزز منها حتى أصعى في وصلة الأعضاء وصلت واحد الوقت ينعم جمعت رأسها قررت لتعطي البنتها وعسيد من النهار عقلت عليه عمره لم تترجم لها ما هو الواحد وصلت خصوص الفلوس رغم ما سوف يتفكر معك وصلت وعليها التعادة وخذتهم صلة القرابة وكيفما كانت سوف تقطع له هذه القاعدة ونهار سوف تقطع له الروبيني وتسدع له الروبيني الذي يتعله في ذلك الوقت الذي كان يتشقلك سوف ترى من أحد الوجه الذي لم ترى سوف ترى ونشره لنا كاملا المهم هنا قررت أن تقطع عليهم الموظف خطرات يعني موقع تعطيهم حتى شريع من هنا بدأت ميادة تحقد على الأم وتكره وبدأت تسمع لها لماذا تتدوري لك 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 لاهبية هذه الروبيني الذين يكونوا خارجين من الجنب لا يجبون رأسهم شيء لكي يبرون الموقف المهم الميادة على أمها سوف يكبر خصوصا من اللي تردها عاد ما تزيد تكرهها عاد ما تزيد تحقد عليها مهم ميادة على هذا الحال جهد فهذا العام كان لولد الميادة والتي عندها يكبر والمصارب يزيد ميادة وزوجها يفكر ويحاول يفكر في حال لكي يخرج من هذه الأزمة لأنه تقادرت له حتى واحد لا يريد أن يسلف لأنه مهم يفكر ونضع ميادة هنا ويجب رأي رجلها بما أنه أم لا يريد أعطينا فالحل الوحيد هو أن نصفها وذلك الساعة نسرق وقاع الفلوس الذي يخبيها لا يمكنك الرجل أنها تقترح لكي يقتل أمها هنا وافق عليها أن يكون في الخطة ويجب أن يصفها جيدا في هذه الليلة ويجب كل شيء يفهم ويجب أن يخرج الجد من المهم الذي يصفها الناط كريم قال للمرت أنا لدي الحل ويجب يجب 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 لديه شيء 25 السيد كان لديه واحد طموبيل يعمل ويجب مع كريم ويجب 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 يعني 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 أنه من الذي يصفها لديه الطموبيل ويجب هنا يعني لا يخاف ولدها ويجب مرحبا مهم الذي يقضي الغارة ويجب ويجب المهم في هذه العملية مياه من بنت إنعان هي التي تخطط كل شيء وهي التي شرحت لها كيف يغبر لها المهم الذي ينقل مع السائق يعني الذي ينقل المهم ويجب أحد الخنشة التي سيطلب الأم فيها ويجب المسائل لهم لكي يربط لها ويجب أي شيء نفكر فيها في الخطة ويجب لديها لديها بحليمة السلام السلام ويجب أردتها ويجب المسائل التي كانت مؤخرا ويجب 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 لا تتحكي عليهم لا تتحكي لا تتحكي عليهم لا تتعطي الصفر ويجب 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 لا تتحكي ويجب ويجب تتحكي حمام في الدار ويجب تتحكي لطوالة عزكم الله ويجب تتحكي ويجب تتحكي على حرجها لكي يتحكي ويصف ويجب ويجب وفعلا ويجب 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 كريم كان يتحكي معه وحضر وحضر ويجب العزم ويجب 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 ينزل عليها ويجب خائنة مرة ويجب وخائنة من حياة لا تتحكي ويجب ويجب ينزل مرة طويلة ويجب ويجب أما من هذا المقابل ووقفوا وقترونه أبسل اللقاء شفيه يعني لم تنقف عنها فإن لنفسه تأثرت أولاً فاعثرت لأينها تقولون وصف تفقيها في السربيتي تصفيها لها ولا تسمع شيء واحد نعم دقانك تقاوم خمراً كبيراً الإماراتتي هي لكني لا يستقنعها دقانك تقاوم لديها وتحروا الطاقة على رأسها ولكن في الأخير لا تتحرك في خطرق وكالما يتأكد بالنسبة لأن السيدار تفات لتقعز على الشك باليقين يجلب الكوزينة ودوز عليها بكل برودة هذه هي وصافة بالنسبة للمرحلة الأولى جاءت المرحلة الثانية التي تخلصهم الجدة لا يمكن أن تقوم بالنسبة للسيدار يغطون رجلها يغطون رأسها بميكة جيدة يغطون رأسها يغطون رأسها ولنساء لهم وصحة صاحبه ريدقح جاءت المرحلة ودقوا لهم السيدار يغطون بالنسبة للمرحلة لا يغطون رأسها ويقولون لها الى التارع المحمودية المهم المهم الذي اصلوا إلى المرحلة تصاعدون الخنجا يتصقلونها بالحجر يزيدون عمرها جيدا او خط نفخ الجوته في الواد وخطن فخ الجوته لا تتخيل في الباب لذلك تستطيل هذه الحجار لذلك الاخنشة تبطل قاعدة للواد وتقاتل لذلك حتى انه لا يكتشف الجوته صافي مثل ما يلاحوها فرجعوا بحالاته مياه هذه الساعة لم تتتبع معه تبقى تبقى في الدار سيقتك الدمايات ومن بعد عادت دارت بالدار كامل اي حاجة بين 3 تساق سرقتها مهم كشتة الدار سرقت 7 دمالج الدهب واحد الخاتم واحد الجوهرة الدهب لقعت 1-3000 جنيه هذه داتا المهم كشتة الدار خضات الجمل بما حمل ومشتة الدارة ترى رجلها اشنود مهم فعلا غي وصلت لقيت حتى رجلها تهواجم أعطاوه الريضة التي عاونهم أعطاوه 1500 جنيه يعني أقسمه مع ذلك الفلوس على الليكت زع ماهدي الخلصة ذلك على البريكل الذي ضربت معنا أيها وصافي قلسوا فدارهم عادي أعيش نحياتهم بحل موقعات حتى شيئا هذا النهار الأول هذا النهار الثاني يوجد شخص أحد لا يعقب شيئا كما قلت لكم إنعان كانت ساكنة بوحدتها بناتها كلهم زوجين وكلهم في ديورهم في الأخير النهار الثاني بنتها الصغيرة التي اسمتها أماني من اللي جاءت لتطلع للمهمتها حتى مرة مرة كانوا يجيبوا يطلع عليها لم أجدتها فضاعا عيات مدق والو ما كيناش في مشات الله أعلم قلتك تقلب عليها من هنا من هنا من هنا ساوالو أغبر لي هالآتار في اختراق مهم قلتك تهتيات في الأخير تضع بلاغ بالاختفاء الأم وخرجتها وإخواتها الأبنات يقلب عليها في النهار الثالث يعني ثلث أيام من بعد الواقعة شف اللاحا شفوا واحد الخنشج بالوعد المهم الشكل لديك الخنشج هم ماشي تلعيه هم موريب وكيدخش في رشك نعض واحد فيهم قرب من الخنشج جرها من وسط الماء بدأوا يقلبوا فيها وهم يشمو واحد الريحة الخيبة ريحة خيبة خارجة من الخنشج الناس هنا غيشموا واحد الريحة صار في أدخلهم الشكل رجعوا اللون ووصلوناه على قسم الشرطة ماهم علموهم بالحادثة علموهم دكشي يلقوا وقالوا لهم اللي رقينة واحد الخنشج مليو حجن بالوعد قالوا هد الخنشج راها خارجة منها واحد الريحة خيبة أدية الجيفة البوليس هنا في أي بلاثة عالم يجب أن يسمعوا بلاغ في ريحة خائبة يمشي و يطعروا يمشي و يجريوا البلاسة التي قالوا لهم عليها وهذا ما يفعله؟ قلبه الذين يصلوا و حلوا هذه الخنشة لقوا جدا مجهولة الهوية ها جدا هنا من الله أعلم المهم الرأس كان مغطي بوحد البلاستيكة جميلة السيدة مرتة كاملة مكرسة وأكيد أنتم لا تتخيلوا الحالة كيف كانت هيا وصافي البوليس هنا من اللي يلقوا الجده يديل واحد سيدة مجهولة الهوية لا نعرفه ماذا يديره؟ يجب أن يقلبوا في ذلك البلاغات الاختفاء لفاعلة العائلة يجب أن يدروا التحريات و يشوفوا البلاغات اللي يجاوهم مؤخرا اللي فيها نفس المواصفات هذه السيدة التي تلقيت بعد ما يتعرفوا عليها يجب أن يبدأوا التحقيق القادية لا يجب أن يعرفوا كل مجرم التي تلقيت هذه السيدة غالبا 90% يجب أن يكون غير من الناس المحيطين بها و الأقارب يجب أن يقلبوا طبيب الشرعي لكي يدروا لهذا الشرعي خاصة يجب أن يعرفوا سبب الوفاة الطبيب الشرعي هنا فعلا سيقول لهم هذه السيدة كبيرة في العمر عندها تقريبا 65 سنة من نظرة الأولى كان واضح للطبيب كمية الحقد و الكراهية من خلال الطريقة لا يقتلها مهم الطبيب حددت لهم وقت الوفاة وسبب الوفاة قال لهم بأن هذه السيدة توفت بسبب ضربتها في الرأس و حتى توفت عاد تستعمل اللبوس عاد بحث مهم الذي يقلبوا طبيب الشرعي وجدوا شيء الغيبات وجدوا كذلك عينات من الأنسجة المجرم يعني خبشة المجرم الجلب تحت طبيب الشرعي يعني هذه السيدة قبل أن تقتل قبل أن تتوفى كانت تقاوم الشخص وصفتها لها المهم من البوليس من المجرم من المجرم من المجرم من المجرم ووصلوا إلى بنت إنعام من المجرم اسمها أماني لماذا؟ حيث هي التي كانت تبقى عندهم وقامت بلغة باختفاء الأم مهم من المجرم ومشاهدت الجدد منها تصدمات يعني الدوهة عطلها والدوهة المستوداء المهم من البنت تبقى تغير مصدومة لا تساعد ولم يكن تتكلم من بعد قدرت أنها تنطق قدرت لهم عن أمها وقالتهم أن أمم كانت تتبع الخضراء في السوق الفلال وهي التي تتكلمت من الممار التي تتزوجها التي تتحدث أن تتكلمها وقالتها لأنها تتكلمها لذلك ولم يكن أن يكون تتكلمها في مجرم يقول لا المهم المهم يستطيع أن يسؤل للشخص الذين يعرفونها الجران والشخص والمجرد وكل هم كانوا يتحدث مثلا يقول السيدة لا يوجد شيء لا يوجد شيء أيها السيدة ممتازة لا يوجد شيء في هذه الحالة ماذا سيقومون هنا سيقومون وعاود لأمانة والبنت الصغيرة سيقول لها سيحاول تذكر شيء يكون لديه مشكلة وغير مع الأم لكن لم يكن هذه المشكلة هنا سيقول المشكلة الوحيد الذي كان منغس على الأم من ناحيتها هو بنتها ميادة والزوج ميادة التي هي أختي الكبيرة قلت لهم بأن أختي وراجلها لم يكن يتخاصمهم مع المعلقة قبل الفلوس ولكن ما تقول لهم لكن ما هذا لم يكن تهناء أنه بعيد عن الشبهات لا يوجد شيء لا يمكن أن يصفيها المهم البوليس هنا من بعد ما وصلتهم هذه المعلومة أول شيء هي السدعوة السدعوة لم يكن هناك شكل سأل السدعوة وصل عندهم غير قلس قدام المحقيقين ومقاوك يخذرون فيه رأيوا ما هي جرحات في وجه ما هي جرحات حتى في يديه وفي عنقه ما هي جرحات لا تتعرف ما هي جرحات ما هي جداد ما هي جداد ما هي شيء بدأت تبرى لا ما هي جديدة السدعوة كان باين عليه الخوف من دقة الأولى كريمة من السؤال المحاول لا ينقر للتشهر من أول سؤال من أول تمرميقات أخوانهم مزيدة أعود لهم كل شيء وتفاصيل مهم كل شيء كيف يعتقد من الأولى ما هي جداد نظرة ما هي جداد ومشكل ومشكل أراتي المهم من المهم سنعرف بكل الان لم يحاولون وظهروا مهم وربما يدفعون ذلك خببهم وردهم يدفعون ويوصف الموجرينين قاموا إعادة التمثيل الواقع ويوجدهم المحاكمة وهنا في غادة كل مفاجأة القاضي هنا حكم على كريم وريض بالإعدام أما ميادة مولاة هذا الشي كامل مولاة هذا الروينة ومولاة الفكرة ود حكم على ربع تنين ديال مهمة لو اشتبازة القاضي في هذا الحكم دياله المخفف الله أحلم مهمة كي يسحبكم القصرها سهلات نازال مازال تشوفوه مازالتنو مهمة المجرمين تشدو وخدو العقوبة دياله ولكن هذي كخيتي عندها قصة أخرى قصة ديالنا مازال ما سألتش ميادة والزوج ديالها من اللي دخلوا للحفز الولد الصغير ديالهم أبقى مع العائلة ديال أب دياله كاري ميادة من لسالة العقوبة ديالها غير باسنين خرجت في عام 2020 وما لقات فيه تعطيها الرأس ما لقات فيه تمشي خصوصا أنها في ذيك الوقتها كالواباء حاولت تواصل مع أخواتاتها حتى وحدة ما قبلت أنها تدخلها للطع حاولت تواصل مع عاشية ناس من العائلة ديالها حتى وحدة ما تقفها حتى وحدة ما أريد أن أضع معها حتى وحدة ما أريد أن أعطيها حتى ريال وذلك الشيء بسبب ذلك الشيء كامل اللي دارت في الأم ديالها وهذا شيء عادي المهم بقات كتفكر 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 شنو عدير شنو عدير فينها تحيش وهي تجي أحد الفكرة مشرت لعند رجلها للحبس دخلت عنده وخضرت معه حاولت أنها تقنعوا باش يهدر مع عائلته باش يخليوها تمشي تعيش معه تحوز عندها هكذا باش تحافظ في تبات وما تتأكل وتكون زعما قريبة من الولد ديالها اللي باقي عنده واللي باقي صغير وضروري عيكون محتاج لأم دياله كريم اللي هو الزوج ديالها قال لها صافي كوني هانيا هذا البريكول حسبه كعين فعلا نهضر مع عائدته ومشت ميادة الإسكندارية عاشت مع العائلة الزوج ديالها كريم ومع أولد هنيت اللي كان عنده المهم بقات عائشة معهم واحد مدة قصيرة ومن بعد هزت ولدها غفلتهم هزت الولد وهربت عليش هربت حيث من مورا تلت شهور تلت شهور يبنوزة معهم مورا ذاك اللي وقيتها ميادة ما غاداش بقى صابرة ضروري ما يخرج ذاك الجانب الشيطاني اللي فيها الداخل واحد نارة مقال لها رأسها ناضط كشطة عجوزتها كشطة خوط رجلها وقدت لهم كل شيء وقدت لهم الفلوس وقعد ذاك اللي كان في الطاقة من بعد هزت ولدها وهربت خوط رجلها هنا من الساق الخبار دلوا بها محضر اختطافي ولد الصغير ومحضر ديال الصائقة البوليس ناضط يقلبوا عليها ولكن يوالوا وتقول واشلقواها ما يبقى تميادة غابرة احتدست قريبا تلت شهر عاد ميادة غادت بان وفي غادت بان سياد غادت بان وهي هزة ولدها في ديها ودخلك كتجري بهالصبيطة دخلك كتجري وكتغوض عدتقول لي يا ولدي الله رح نكون ويدين عدتقول لي يا ولدي أولدي كيموت من يسؤلوا على العطب شنو وقع لدري قلت لهم الولد كان قاد اسمع لي هبابي حتى سخف حتى فقد الوعي دياله ما بقاش باغي فيق الأطباء هناك يشوفوا الحالة اللي يجي فيها الدري رمشي شغل بدري سخف وصافي مشي شغل بدري ما بغاش يفق المهم طلبوا منها تقنسوا التحدن وهو ما غادي ديروا اللازم المهم ما هي هذا هنا من اللي سلمتهم الدري من اللي اعطيتوا لهم درتها وبغتلت حاولت تخرج من السبيطار وتعطيها بجري وعلاك قشوها السيكوريت بشوفوا كثير وشدوها علش شدوها لأن الأطباء من اللي بغوا يدخلوا الدري بشي يديروا لالإسعافة الأولية بدري مات في البلاس يعني جابتوا كيلقف كيموت الدري اللي شوفوا الأطار ديال التعديب وتعديب كبير تعديب اللي ما يقدر يصبر له حتى الجسم ديال واحد كبير واحد راشد فما بغوا يستطيع صغير المهم السبيطار ديال الساعة وعلى البوليس علموهم ما البوليس ضغية جوش الدم ياد اعتقلوها دوا عندهم وبدو يحق معها على البلاغات اللي صدر في حق بلاغ الاختطاف البلاغ الصريقة وحت بقيت ساكتة تحقق كامل وهي ضربة طن وساكتة اي قاعد ساو تبكي قاعد ساو تنحط ولكن تقرير ديال الطبي سيقول كل شي بلاغ لا تحتاج يتحدث في التقرير سيتقال ان الولد اللي اللي عنده خمس سنين تعرض لأبشع أنواع التعديب وهو اللي أدل وفاة دياله الجسم دياله تعرض لحوايج لما يقدر يتحملها جسم شخص بالغ يعني هو خشخص كبير لا يتحمل هذا ما نفعله الضفار الدري كامل من انطلع مبلاسته لذلك تعديب ومشكل لذلك يجب لذلك يستنطق الجسم كامل مطفيف في القارب يقوم بزيال حوايج لم يبقى بلايس لما نفصل في هذا ومشكل ومشكل ما يسبب الوفاة دياله في الوليس من الواجه ميادة بهذا الشيء يعني بهذا الشيء الذي تقرأ عاد ستعترف لهم بكل شيء ويقول مياه أنا الذي قدرت تفعل لديك الحال وهذا والدي لم يكن حق ينضر به بلايس لم يكن لم يكن يسمع لي لم يكن يتعكس معي لم يكن كان يحتاج سخار تقدمت المحاكمة ويحكم عليها هذه المرة القادية بالإعداء ما كانت تعدمت المرة الأولى كان يوقع في الولد هذا المهم الله يكتب لدينا مكاتب الخير ويخرج نبدأ العيب لعيب ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا حسن الأول ويرزقنا الصحة والسلامة وطول العمر وإخوتي إخوتي تلوزوا بخير ونطلقوا إن شاء الله في نفس الموعد صلى صلى الله عليه وسلم